أعربت مصر عن خالص التعازي والموسى لأسر ضحايا فيضنات ولاية ريو جراندي دوسول البرازيلية مؤكدة وقوفها إلى جانب حكومة وشعب دولة البرازيل الصديقة في هذا الظرف الدقيق وارتفعت حصيرة ضحايا الفيضنات العارمة التي تشهدها البرازيل إلى 95 قتيلا وسط توقعات باستمرار هطول الأمطار الغزيرة على البلاد وقد تسببت مياه الفيضنات في انقطاع التيار القهربائي والمياه النظيفة لعدة أيام عن عشرات الألاف من الأشخاص بمدينة بورتو أليجري